أغني معجمي السؤال الأول أستعمل معجم للبحث عن معنى أسمى في الفيع السماء حضارة في الفيع الحضارة النسبة المعنى الأول أسمى في الفيع السماء معنى في المعجم هو علاء وارتفع بالنسبة المعنى حضارة في الفيع الحضارة معنى في المعجم هو شاهدة بالنسبة للسؤال الثاني طلبوا مننا تحديد الكلمات التي لها ارتباط بكلمة حضارة في المجموعة التالية لباس قمر صناعة تجارة عادة حكايات بالنسبة لكلمات التي لها ارتباط بكلمة حضارة هي لباس صناعة صناعة تجارة وعادة السؤال الثالث أتي بخريطة الكلمة وهم ماذا نعني بخريطة الكلمة؟ نعني بها نوع هذه الكلمة مفردها ضدها وتركيبها في جملة بالنسبة لكلمة وهم نعوها اسم معناها ضعف ضدها قوة بالنسبة لمثال لجملة يعتبر الوهن ضعفا أسئلة الفهم السؤال الأول أذكر تعريف الذي جاء في النص لكلمة الحضارة تعريف الحضارة في النص هو الحضارة هي محاولة لإنسان الاكتشاف والاختراع والتفكير والتنظيم والعمل على استغلال الطبيعة للوصول إلى مستوى حياة أفضل وتشمل الأفكار التي يحملها الإنسان عن نفسه وعن الكون والحياة السؤال الثاني بما شبه ويل ويرل ديوراند الحضارة؟ شبه ويل ويرل ديوراند الحضارة بالعداء في السباق السؤال الآخر في السؤال الثاني هل جاء في النص تشبيه آخر لها؟ نعم أذكر تشبيه آخر للحضارة في النص كيف الفقرة الأخيرة شبهة بحياة البشر السؤال الثالث على ماذا تبنى الحضارة؟ تبنى الحضارة على اجتماع الأفراد وفق قواعد وسلوك السؤال الثالث هل يمكن للإنسان أن يعيش في عزلة؟ لا لا يمكن للإنسان أن يعيش في عزلة لماذا؟ لأن الإنسان يعيش في مجتمعات السؤال الرابع ما دواعي اجتماع الناس؟ من دواعي اجتماع الناس حاجة الناس إلى بعضهم البعض السؤال الآخر السؤال الرابع ماذا ينتج عن اجتماع الناس في مجتمع ما؟ ينتج عن اجتماع الناس في مجتمع ما ينتج عنه صلة التعارف والتعاون فيما بينهم السؤال الخامس هناك تكامل بين ما ورد في الفقرتين الأخيرتين أعبر عنه تكامل والد بين الفقرتين الأخيرتين هو أن التاريخ يترك وراءه حضارة الأجهال السابقة تنمو وتتطور لتنشأ بعدها حضارة جديدة تحيل محلها السؤال السادس لماذا يحترم الإنسان قوانين مجتمعه وعادته يحترم الإنسان قوانين مجتمعه وعادته حفاظا على التماسك والاستمرار نسبة السؤال السابع والأخير من أسئلة الفهم طلب منك كتاب التعليق حول رسوم الشخصيات المصاحبة للنص التعليق هو لكل مجتمع حضارة يتميز بها وعادات وتقاليد تختلف من شعب لآخر أسئلة الاستثمار السؤال الأول أكمل العبارة بأفعال مناسبة خلق الإنسان ليعيش في مجتمعات منظمة وأن يتعاون مع أخيه الإنسان وإلا فلن تستمر الحياة السؤال الثاني من أسئلة الاستثمار أطلعها فيها عن نتائج زيارتي لمتحف المدينة مثال لرسالة شخصية إلى صديقة العزيزة أود أن أحبرك أنني ذهبت لأول مرة يوم السبت الماضي إلى متحف المدينة وفقة والدي اكتشفت هناك تاريخ مدينة العريقة رأيت لوحات فنية ومواد جلدية وأيضا كل ما يتعلق بالصناع التقليدية استفدت من هذه الزيارة أشياء كثيرة تدل على تاريخ أجدادنا كان ذلك اليوم لا ينسى